مرحبا برج الحود اهلا فيكم في قراءتك العاطفي القراءة رح تنطبق على الطالع والشمسي وايضا القمري واسويها هالمرة باسلوب المرايا انت على هاي الجانب او الحبيب والشريك على الجانب المقابل ولكن اذا حسيت ان القراءة عكسية فاعكسها وخذ الجانب اللي تحسي ناسبك رح ابتدي بجانبك يا برج الحود خذ كارتك وطلع فيه الطاقة العامة وهذه هي الطاقة الفرعية الفترة القادمة خل نشوف جانب الشريك الطاقة العامة للشريك وطاقة الفرعية وشلون طاقته تقابل طاقتك وشنو راح يعني هالشي لعلاقتكم مثل ما شفت اول كارتين غالب هو كارتك الخاص برج الحود لما نشوف كارتك الخاص يطلع على جانبك من القراءة معناته يدل على اشياء كثيرة ايجابية معناته برج الحود اصبح مدرك لحقيقته اصبح يدرك شنو اللي يستحقه شنو اللي راح يقبله في حياته وشنو اللي ما راح يقبله هذا الكارت لما يطلع عندك ينم عن مضوج لانه كارتك الخاص واذا كان في اي غموض يحيط فيك او اي اسرار انت تحاول انه مولكل يعرفها عنك اول باول فهو متعمد وراء حكمه وراء استراتيجية انت قاعد ترسمها خلنا نشوف الشريك الصبر كأنه ما في امور انت طاقة شوي ممتعة وفي امور انت مو مستعد لحد الان ان تخبر عن هالشريك امور خاصة بالبيت مثلا بعلاقاتك مع الاصدقاء فيها خصوصية شوي واخبار ما تبي الخبر ينتشر شريكك متفهم عندنا كارت برج القوس التمبرانس او التعادل والتوازن مستعد انه ينتظر مو مثل باقي الناس فكأنه مهني الرسالة لك انه شريكك مو هو الشخص اللي لازم تقلق بخصوصها لانه مو هو الشخص اللي ينشر اخبارك نعم من حقك انه تخفي اخبارك ونفسك عن الناس اللي ما يستحقونك عن الناس اللي خذلوك ولكن شريكك في الفترة القادمة لو او هو مثلا اخطأ عندك كارت تقول مستعد انه ينتظر لحد ما انت تكون مستعد عشان تتكلم معاه بموضوع معين او تتواجه معاه وتحطون النقط على الحروف مو مستعجل شريكك ومتفهم طاقة التفاهم والتقبل التام جميلة طاقة ولكن كأنما انت هنا في غموضك ابتعد عن كل الناس او فقدت الثقة باغلب المحيط مو فقط بالشريك فعشان تدي صايرة ردة فعلك عامة من ضمنهم الشريك خلنشوف طاقتك الفرعية الكوب الصغير لحد الان يا برج الحوت الطريق الى قلبك هو بالمعاملة اللطيفة هذا هو الطريق الى قلبك يعني انت لا تطلب الكثير فعلا لا من هذا الشخص ولا من الاخرين لحد الان كلمة بسيطة ضحكة اسلوب جميل هو اللي يقدر هذا هو السر اللي انت تخفيه عن الشريك اللي هو ما يعرفه لحد الان في هاي الكرت دوازن قاعد يحاول يكتشفه يحاول يكتشفه ما هو الطريق الى قلبك الاسلوب اللطيف الاسلوب المضحك الاسلوب الممتع الطيبة والمعاملة خلنشوف الساحر الساحر طاقة برج الدلو عندنا هنا ايضا برج الحوت شركك ياخذ الامور بشكل جدا جاد فوق ما تتصور انت تعطيه اشارات او طعم تريد ان تعطيه طعم عشان يعرف الطريق تدل على الطريق فيه مساعدات فيه مساعدات تحاول تغششه او تعلم على الطريق ولكن هو لانه ما اخذ الطاقة بحماس كبير وما اخذنها بطريقة جادة حيث ان انا ظاهري نعم انتظر ولكن فعلا هو مجرد يعني انت ما قفلت الباب انت مجرد اغلقت باب معين شريكك اخذ الموضوع بشكل جدا جاد يحسب ان انت اغلقت الباب وقفلته بالف قفل ورائك عشان تذيب يعد الموضوع فترة هو هني يطلب الانتظار يريد تايم اوت او وقت مستقطع عشان يحط الموضوع كله تحت المجهر ولكن اللي اشوف انه ما يستدعي ترا من جانب شريكك اوه ما اخذ ما اخذ ردة فعل رسمية اكثر من اللازم هذا كرت برج الدلو خلنا نشوف راح يكتشف ما هو الطريق الى قلبك وافضل اسلوب واسهل اسلوب انت قاعد تراوي اسهل اسلوب هو قاعد يختار الطريق الصعب طريق التحدث بلغة العقل فارس السيوف انت راح تحاول ان تفهمه بلغته الخاصة قلت لك قاعد تتعامل مع شخص هوائي ميزان جوزاء دلو راح تحاول ان توصل للرسالة بما ان عندك فارس وهي الفارس حامل الكتاب توصل للرسالة بالاسلوب اللي هو يفهمها هذا هي الرسالة لك هذا ايه هي النصيحة لك من التارو دام انه هو ما فهم لغة الكلام المعسول والاعجاب والمبادرات اللطيفة كلمة باللغة اللي يفهمها لغة الوضوح لغة السيوف هي اللغة الواضحة لغة اريد ان اكلمك في موضوع واحد اثنين ثلاثة من التصرفات مو عاجبتني واحد اثنين ثلاثة من التصرفات عاجبتني انا مستعد امشي معك في هاي المرحلة هل انت مستعد تمشي معي في هاي المرحلة محتاج الوضوح شريكك لانه قاعد تتكلم معه لغة يحاول بس مو متعود انه يتكلمها انا عندنا هنا طاقة المياه وهو اقرب شي بالنسبة لطاقة المياه شريكك طاقة النار طاقة برج القوس تظل في النهاية وان كان فيها مياه طاقة نار ما يعرف ما يعرف كأنه ما تعود على الجفاف والرسمية فانت حاول اذا ما قدرت تتلينه حاول تتكلم معه باسلوب العقل انزل خنا نشوف ما الذي يقابل فارس السيوف تسعة الاغصان وايد تعود تعود لفترة طويلة على اسلوب معين شريكك تعود على الرسميات تعود على الاسلوب الجاف او حتى الخضران لذلك ما يستطيع ان يثق بالناس بسرعة على طول من انت تكلمه هذه طاقة برج الحوت لما يكون سعيد يكلم الناس باسلوب لطيف يكلم الناس باسلوب حبوب هذا الشخص على طول شريكك يحلل الموضوع ان مثلا انت لك مصلحة معاي او احد يريد ان يتمصلح ورائه لماذا لان هذا التعلم او مر بمواقف علمت ان دائما الاشخاص لما يكلمونك باسلوب لطيف معناته يريدون من ورائك مقابل نعم اوقات كثيرة يكلمونك باسلوب لطيف عشان يفتحون معاك موضوع اخر فعشان تضيح حاط شريكك هذا الجدار هذا الجدار بينه وبين الكل ان لا اريد كلام لطيف ولا اريد معاملة لطيفة لان كلكم تبون شي مني كلكم محتاجين شي مني لان انا الساحر انا الشخص اللي اقدر اسوي المستحيل احتمال ان شريكك يملك حرفة معينة او مهارة جدا صعب ان تلاقيها في بلد او في مجتمع متميز متميز فتعود على استغلال الناس له من سن صغير فلما حين اتاك على سن ناضج طبيعي ان يظل يفكر هذا التفكير السيء عن الكل ولكن مهمتك انت ان تكون فارس الفتح هذا الفارس الفرصان يفتحون منطقة جديدة شون تفتح معاه لا تكلمه بلغة الكلام اللطيف في الفترة القادمة تكلمه بلغة العقل اوكي مثلا لو انا اريد اتمصلح من وراك شلون مثلا راح اتمصلح من وراك اموال لا اريد اموال سكر عليه البيبون اغلق الثغرات اللي بينك وبينها اتمصلح من وراك مثلا بسبب المنصب انا منصبي اراه في عيني افضل من منصبك مثلا حاول ان تغلق الوساوس اللي عند هذا الشخص لانه قاعدة اشوف خلف هاي المظهر الرسمي انسان جدا طيب تم استغلاله على مدى سنين طويلة لذلك عندها هاي ردة الفعل عندك ايضا طاقة النار اموال اميرة الاخصان الصغيرة مقابلها ملك النار اوكي تحتاج شيء او مهارة اخرى مع هاي الشخص مهارة الانصياع ولكن مو انصياع الحقيقي لا تمثيل الانصياع تمثيل ترفع الراية البيضاء ولكن ترفعها بنية طيبة ما ترفعها عشان فعلا تكون ذليل عند احد لا تسمح لشركك انه هو يكون ملك النار هذا الشخص يحب انه يدير المشاريع ويخطط مثلا يخطط لرحلة لزواج يقسم المهمات احبه هو يقوم هاي المهمة اعطى الحرية انه هو يقوم بهاي المهمة في امور هو متمكن فيها عندنا طاقة الحمل القوس الحمل القوس والاسد هنا وطاقة برج الدلو القوس تكرر مرتين هنا عندك هنا الغصن الصغير معناته انا اسمح لك انك تقوم بهذا الدور الكبير مو لانه يفاقد القدرة ولكن لانه انت تحب تقوم بهاي الدور هذا الشخص راح اعطيك له مفاتيح مفتاح الاول انا تكلمه بلغة العقل مثل ما قلت لك لغة السيو المفتاح الثاني انه تخليه يقوم بالمهمات الصعبة او حتى تخليه اللي يبادر تعطيه حرية الانجاز يعني حتى لو انت هناك كأنه ما مو محتاج لمساعدته دائما اطلب مساعدته اشلون انزل البرنامج الفلاني اشلون احمي مثلا كمبيوتري من الفيروسات اشلون اذهب الى المكان الفلاني باسرع طريقة هذا الشخص عشان يثق فيك دائما اذهب له من اجل النصح ودائما اتبع معاه اسلوب انا احتاج مساعدتك انا اثق بنصحك وارشادك راح تشوف مننا نتائج مبهرة اذا اتبعت معاه هذا الاسلوب قلت لك متعود على طاقة النار والهواء خلنا يشوف اشتار الامور راح تمشي معاكم الى نهاية الشهر شلون راح توصل الامور هاي الكرت لك خلنا نشوف شاريك برجة الدلو اه سوري برجة الدلو اذا كرت شاريك برجة الدلو برجة الدلو خلنا نهاية الشهر ناديتك برجة الدلو مرة اخرى سوري برج الحوت يمكن انك تتعامل مع برجة الدلو او في تدخل من برجة الدلو في الطاقة عندنا هناك كرت البرج هذا كرت برج العقرب سقوط البرج بالضبط تغيير شامل في اسلوبك مع هاي الشخص وان كان هناك تحاول تكتشف افضل اسلوب عشان تحصل على النتائج مع هاي الشريك لازم محتاج الى تغيير شامل سقوط البرج اختلاف مليون في المئة في وجهة نظرك بخصوصه لازم حان الوقت حان الوقت ان انت تتبع اسلوب جديد يسقط البرج تصير عندنا ارض جديدة مستعدين او نقدر نبني فيها بناء جديد لازم تغير تغيير شامل في اسلوبك معه مثل ما نصحتك ثمانية الاكواب رح تساعد انا نرى الأمور من منظور مختلف رح تساعده ان يرحل عن ثمان الاكواب عليه تساعده يرحل عن مخاوفه عندنا ايضاً طاقة الاكواب هي تاقة الحوت السرطان وايضاً العقرب هذا قارد برج العقرب تساعده ان يرحل عن أمور عن تجارب مر فيها بالماضي لحد الآن متعلق فيها متعلق بالتجربة نفسها وقعها النفسي عليه الأثر النفسي لحد الآن موجود عند شريكك استعمالك هاي الأسلوب اللي نصحتك فيه رح تساعده أن يرحل نفسيا وفعليا حتى عن هاي الطاقة عزيزي برج الحوت هذه كانت قراءتك العاطفية لمنتصف شهر يونيو أتمنى لكم كل التوفيق انتظروني في القراءة العامة لشهر يوليو وهو شهر سبعة أشوفكم على خير مع السلام اشتركوا في القناة